هذه الدوريهمي لمن يسأل عن الدوريهمي وأسواقها الشعبية وعودة الحياة بالمناطق بعد تحريرها من قبل أبطال البقاومة بمختلف تشكيلاتهم من عصابة الغدر والخيانة الكهنوتية الإرهابية هذا السوق نموذج لعودة الحياة إلى طبيعتها في الأسواق بمديرية الدوريهمي هنا رمضان شهر الطاعة والإحسان بنكاء أخرى بعد مرور أربعة عوام إجابة أكثر عاشها أبناء الساحل الغربي وأبناء هذه المناطق أثناء سيطرة ميليشيات الدمار عدوة الإنسانية والسلام وبفضل الله وسواعد أبطال المستقبل وإعادة الحياة أشاوس المقاومة بمختلف تشكيلاتهم أستتب الأمن والاستقرار في هذه المناطق مشاهدين الكرام هنا في منطقة أحد أسواق منطقة الدوريهمي نلتقي بعدد من المواطنين حول هذا الشهر الفضيل وحول كيف تعامل أبطال المقاومة مع أخوانهم أبناء منطقة الدوريهمي تابعوا معنا مزيدا من تفاصيل زيارتنا لمنطقة أو سوق الدوريهمي الرئيسي في هذه المنطقة الرئيسية من مديرية الدوريهمي كيف الأوضاع عندكم؟ الأوضاع تمام والحمد لله بخير والأمن والأمان متواجد والأسواق في حركة معاملة وعاملة تمام وحسن معاملة لك من أبناء المقاومة كامل سواء من القنوب سواء من أبناء تهامة سواء من التواري بدورهم المتسوقين من المواطنين عبروا عن ارتياحهم الكبير لما لمسوه من عودة الحياة وتثبيت الأمن والاستقرار ومحاملة الأبطال الإيجابية مع المواطنين فيما يخدم المواطن وأمنه واستقراره إن عودة الحياة هو التعايش والتلاحم فيما بين المواطنين وأخوانهم أبطال الجيش يكذب ما تروج لها أبواغ ميليشيات الإجراب الكهنوتية الممولة إيرانيا ومكينتها الإعلامية لتزوير الحقائق وعكس كل ما يجري على أرض الواقع من إخلاق إيجابية يقوم بها أفراد المقاومة أمام المواطن والوطن في الحديدة لقناة اليمن اليوم عبدالوهاب نمران من مديرية الدريهمي محافظة الحديدة